ما ينفعش اخد الطبق المستعمل واروح احط فيه اكل تاني ده مسح المفروض اجيب طبق جديد واحط الحاجة اللي انا عاوزها اوقات كتير ما بفكرش خالص وفجأة اخد السيرفيز الكبير اللي مليان فاكها واخده واروح اوديه على تيبل بتاعتي طبعا ده مسح ارجعوا مكانه الصح ان انا اعمل ايه اجيب طبق فاضي واخد الحاجة نوع او اي فاكهة انا عاوزها بالشكل ده ده صح واوقات كتير وانا ماشي كده بكون لقيت حاجة عجباني امسكها بايدي كده طبعا مسح ولا امشي اتفرج على الحاجة واكل الحاجة اللي في ايدي كده غلط وعوقات كتير برضو ممكن اجيب الشيالة واشيل الكيكة بتاعتي واخدها في ايدي كده واكل برضو كده غلط ده مسح الصح ان انا اعمل ايه اجيب طبق وحط فيه الكتعة اللي انا اخترتها هو ده الصح وساعات كده بجرب من الموجود السيرفيز اللي قدامي اخد بالمعلقة بالشكل ده حط في بق ايه مايفعش امسك المغرفة واكل بيها اكيد خالص مايفعش ادوه الاكل وانا واقفة على المكان الصح ان انا اجيب طبق واخرف الحاجة بتاعتي في طبق ايه بشكل ده ده الطريقة وارجع الحاجة تاني مكانها ودي الطريقة الصح اوقات كتيرة بحيث ان انا مش عايزة الاكل ده او ام رايحة حتى الطبق في اي مكان واسيبه وامشي طبعا ده مصح لو انا خلصت اكلي وعندي زحمة وعايزة اشيل الطبق مايفعش اخطه على الترابيزة التانية بالشكل ده الفاضية مصح الصح ان انا اعمل ايه ان انا هرفع ايدي بالشكل ده وانده الويتر او الجرسان وهو يجي يشيل الطبق ده الصح وطبعا بيقوله الف شكر شكرا